موسيقى حياكم الله في إطار التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول يبرز التعاون الدولي كأداة حيوية للتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في هذا السياق تعتبر حكومة السوداني تطوير المجال الاقتصادي للبلاد أولوية نظرا لما تشهده المنطقة والعالم من تذبذب أسعار النفض لقاءات كبرى يعقدها رئيس مجلس الوزراء في بغداد مع الشكات العالمية المتخصصة بمجال الطاقة والاستثمار وغيرها كما سبقها لقاءات اقتصادية آخرها كان على هامش الزيارات والمؤتمرات الدولية هذا بالإضافة إلى افتتاح المصانع المحلية المتوقفة منذ أكثر من عشرين عاما وآخرها معمل الصب المستبر خطوة استراتيجية تعكس التزاما بتعزيز الروابط الاقتصادية الأقليمية وبالتالي تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوفير فرص للتنمية المستدامة في المنطقة هذه الخطوات وغيرها كيف راح تأثر على تطوير القطاع الاقتصادي وإن عاشه لأجل أن يتنفس العراق ازدهار مستقبله الاقتصادية كان ولا زال بوابة للاستثمار حيث تتنافس عدد من الشركات العالمية على تنفيذ مشاريع للطاقة في مختلف مناطق البلاد نظرا لما تمتلكهم من مواقع استراتيجية مهمة واحتياطات هائلة من الموارد الطبيعية الشركات الاستثمارية المعروفة مرحبون بها وخاصة هذه الحكومة الجديدة التي أخذت على عاتقها أن تكون حكومة تختلف عن البقية ويعني حكومة خدمات حكومة أصغال أعمال وزارة النفطة تعلن عن جولة تراخيصا للشركات المستثمرة لتحقيق النمو والتطوير في قطاع النفط والغاز وتعزيز دور العراق كلاعب الرئيسي في سوق الطاقة العالمية إضافة إلى خلق فرص عملا جديدة وتحقيق إرادات مالية كبيرة فإحنا نرحب بأي شركة ويكون مردودها المردود يكون إيجابي الشركات إن كانت نفطية إن كانت اقتصادية شتى المجالات الشركات النفطية مثل ما تعرف إحنا مردودنا وإعتماد العراق تقريباً 80% إلى 75% أو 800% هو عن نفط فياريت يعني تكون هناك شركات تستثمر بالعراق تحفر آبار توفر فرص عمل للشباب العاطل بعد أن أصبح العراق أرضاً خصيبة للاستثمار تتنافس شركات عالمية على 30 مشروعاً للطاقة داخل المحافظات بعد حصولها على جولات تراخيصا من بغداد شبانسامي الأيام الفضائية نفتح ملفنا الأول ونرحب بضيفنا في الستوديو الأستاذ عديا العلوي رئيس تحالف الاقتصاد العراقي حياك الله أهلاً وسهلاً مرحباً أهلاً وسهلاً بحضرتك كل الحكومات السابقة تتحدث عن أهمية الاقتصاد لكن أردس مع وجهة نظرك وتقييمك بعمل الحكومة الحالية ونظرتها للاقتصاد بصورة عامة شكراً جزيلاً حضرتكم وشكراً للمتابعين للأيام الأحبة حقيقةً موضوع الاقتصاد والقطاع الخاص بصورة عامة نحن من نجي نحكي على الاقتصاد يعني معناها قطاع خاص لأن باعتبار بأن القطاع الخاص هو الوحيد القادر على أن ينهض بكل التفرعات الخاصة بالاقتصاد سواء كانت التفرعات الصناعية الزراعية بقية التفرعات السياحية حقيقةً فالضغط والرؤية ويعني بين قوسين يقول أنه القطاع الخاص هو الوحيد اللي ممكن أن ينهض بالعملية الاقتصادية بصورة عامة طيب هذه تعريف الأول اللي هو قلنا عليه بأنه الاقتصاد هو الأساس القطاع الخاص حقيقةً المشكلة بأنه يعني هناك مشكلتين حقيقيتين قبل أن نعطي أكو جانبين جانب الأول اللي هو المشاكل والجانب الثاني اللي هي الحلول المشاكل حقيقة من 2003 إلى اليوم حقيقة القائمين على السلطة أو أصحاب القرار لم يكنوا مدققين بالتشخيص لأسباب في أسباب نهضة الاقتصاد أو كيف ينهض الاقتصاد العراقي حقيقةً طيب وطبعاً الأدلة كثيرة لذلك من 2003 إلى اليوم لم نرى صناعة وطنية عراقية تماماً لو نرجع للتاريخ البسيط حقيقةً كانت هناك صناعة وإن تكون بسيطة لكن كانت صناعة مؤثرة نتكلم في الأربعينات والخمسينات حقيقةً كانت الصناعة تغزو في أوروبا وبريطانيا وكثير من الدول وخاصة الغزل والنسيج والجلود وكثير من الصناعات العراقية حقيقةً بعد 2003 بعد فتح الاستيراد واتساع وسهولة الإجراءات بالاستيراد حقيقةً جعل هناك مطبات كثيرة من الجانب الصناعي والزراعي وبقية القطاعات حقيقةً وأحد الجوانب المهمة المشاكل المهمة هو دول الجوار دول الجوار حقيقةً يعني بعض الدول الجوار لا ترغب للعراق بأن يكون اقتصادها متين لا ترغب من العراق أن يكون اقتصادها مبني على الصناعة والزراعة من جوار كثيرة باعتبار أنه هي مستفادة مستفادة من صناعتها وزراعتها باتجاه السوق العراقي اللي هو سوق كبير جداً دي نتكلم بسوق بحدود الستين سبعين مليار دولار سنوياً بس حتى أفهم من حضرتك شون تحول العراق إلى بلد مستورد أو مستهلك بلا ما يصدر أي شيء غير النفوط شون تحول إلى هذه المرحلة؟ تمام حقيقةً القرارات التي صدرت من الجانب الحكومي من 2003 إلى اليوم هي باتجاه واحد اللي هو اتجاه التوظيف التوظيف للموظفين وطبعاً كل العمليات هذه التي تجري هي ابتعاد عن القطاع الخاص لأن التوظيف من يوظفون أعداد كبيرة بمرتبات واسعة هذا تعتبر منافس كبير للقطاع الخاص هذا من جانب جانب الآخر حقيقة والمهم والمهم اللي هو موضوع القمارق وموضوع يعني كثير إحنا دنتكلم على أكثر من 17 معبر معبر غير شرعي بالمنافذ الحدودية هذه المعابر تدخل البضاعة حتى بدون قمرق حتى بدون قمارق هذه موجودة أغلبها في الأقليم أقليم كردستان حقيقة والحكومة العراقية ليس لديها أي سلطة على هذه المنافذ الحدودية وطبعاً أنت تعرفين حضرت تشريع هذه 17 غير الرسمية أكثر أكثر نعم أكثر من 17 نتحدث على 22 تقريب من 17 إلى 22 معبر غير شرعي غير رسمي تدخل البضاعة منها إلى العراق بدون لا رقيب ولا مدقق ولا حتى قمارق هذا الجانب الجانب آخر والمهم بأنه كثير أنت سأتيني على أسباب عدم وجود صناعة أو اقتصاد متين الجانب الآخر حقيقة والمهم جداً بأنه الجانب الحكومي أعطى كثير من الاستثنات وما زال يعطي الاستثنات بإدخال البضاعة معفية من الرسوم والقمارق وبقية الأمور حقيقة ودعنا نحشي على أعداد كبيرة يعني نطيش في المثال اليوم دعنا نحشي مثلاً سيارة التريلر مع الجغاير تتدريني حد الآن ماكو يعني هذه السنوات الماضية كلها وحد هذه السنة ماكو أي جغاير أو باكت جغاير دخل للعراق بصورة رسمية ودفع إلى قمرق وضربة وبقية الأمور زين ليش؟ هذه الاستثناءات على أي أساس تعطى لها أنا أنا خلينا أوضح للخاطر لا تصير تشويش عند المواطن الكريم يعني نحن نتكلم على الحاوية حوية الجغاير الرسمي سعرها بحدود أربعمائة ألف دولار اليوم نتكلم الأربعمائة ألف دولار حسب القانون لازم يدفعون قمرق أربعمائة ألف دولار لأن نسبة القمارق هي مئة بالمئة بالنتيجة الحاوية الوحدة أربعمائة ألف دولار تخيلي أنه أنه باليوم إذا بحدود دخلت عشر ما هي عشر حاويات يعني أربعمائة في عشر نحن نحن على أربعمائة دولار باليوم الواحد إذن هذا باب من أبواب الفساد مئة بالمئة بالنتيجة أنها حقيقة هناك يكون منافذ وهذه المنافذ هي أصل منافذ حكومية اليوم نحن نحن على صلاحيات موجودة صلاحيات لدى جهات معينة في الحكومة العراقية وهي مشخصة لدينا فيه اقتصاديون بأنه هذه الجهات تعطى استثناء من التعليمات الحكومية من من تعطى استثناء؟ يعني بعض الجهات حقيقة ما أريد نسميها خاطر لا صار علينا مشكلة قانونية يعني هذه الجهات رسمية رسمية وضمن الحكومة وضمن القرارات الحكومية وحاويات الجقاير تدخل في المنافذ الرسمية عبر المنافذ الرسمية لا أتكلم أنا عن الجقاير أتكلم على كل شيء يعني تخيلني بأنه هذه الجهات تعطي مثلاً تعطي إلى أحد المحافظين صلاحية الدخول مثلاً فات 500 حاوية من الدجاج هو أصلاً ممنوع الدجاج من الاستيراد الدجاج من يمنع من الاستيراد هو الغرض واحد خاطر تنشيط الصناعة بالداخل لإنتاج الثروة الحيوانية تدخل هاي فتنهي الصناعة أحسنتي لذلك حقيقةً نحن نشكل نشكل على الإدارة بهذه المنافذ التي حقيقة أنهت الصناعة وأنهت الزراعة وأنهت التجارة بفترة كانت العراق أفرد بأنه يصدر هذه المنتجات حسنتي حضرت أقلت أساس الاقتصاد هو القطاع الخاص بهذه العوامل وبكثرة أبواب الفساد وماكو ضمان للعامل في القطاع الخاص إيشون راح يتوجه العامل للقطاع الخاص تمام يعني حقيقة شوف إحنا عندنا في الدراسة وفاد رؤية بهذا الموضوع يعني الأخوان في مجلس النواب القانون الأخير اللي هو قانون العمل العمل حضرت شوف إطلعت به نعم يعني حقيقة إحنا كانت عندنا كثير من المشاكل اللي تمنع صاحب المحال أو صاحب الشركة بتسجيل 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 العاملين لذلك حقيقة اليوم آخر تقرير بأنه بأنه عدد العاملين المسجلين من أصل من المفترض العاملين المسجلين بحدود العشرين مليون عامل اليوم بدنا نحشي على أقل أقل من ثلاث ملايين وثمانمئة يعني حتى أقل من عشرة من مئة من عدد العاملين المفروض يسجلون ليش لأن القانون حقيقة يعني القانون الأخير بحسنات وبسيئات لكن سيئات أكثر من حسنات اليوم أنا أبو محل أنا أبو محل شلون أنا أسجل أولاد يعني الموجودين عندي ومن أسجل الأشخاص اللي موجودين في المحل حقيقة أدفع رسوم رسوم كبيرة جدا اليوم دي نحشي على ثمنتعش أو سباتعش بالمية تدفع يتحملها وليس يتحملها العامل هم يقولون العامل لكن العامل هذا هو راتبة محدود يعني راتبة ستمائة ألف أنت تأخذي من عندها سبعين ألف دينار يتحملها أبو المحل بنتجة نهائية أبو المحل زي أبو الشركة أو أبو المصنع هو لي يدفع هذا واحد النقطة الثانية حقيقة والمهمة جدا بأنه أنت تخيلي بأنه صار عندك ظروف وما قدرتي أنت تودين هذا شهر بشهر الاستقطاع تدرين أن هناك فوائد هذه الفوائد أرقام كبيرة جدا يعني إذا مثلا طولة الفترة أشهر وما سددتي توصل ملايين بالنتجة النهائية بالنتجة النهائية حقيقة هذا أحد الموانع من تسجيل من تسجيل هؤلاء يعني هسا العامل بقى بين فكيل الظلم وكماشة الفساد شو رح يسوي بهذه الحالة يعني هسا توظيف بعد ماكو تعيينات نعم تمام قطاع الخاص ما منشطه بيعليه هواي إشكاليات وبيه مشاكل العامل اليوم وين ينطلق شوفي احنا خلينا نعلم ودائما نركز على هذا الحديث بأنه يعني المخرجات للتربية والتعليم بحدود 800 ألف شخص سنويا يتخرج من المعاهد والكليات كمخرجات مهنية وجاهزة للوظيفة الحكومة العراقية مثل ما حضرت تشتدرين غير قادرة على استحاب هذه الأعداد الهائلة الكبيرة كبيرة جدا وبزيادة مستمرة يعني إذا نحشي العشر السنوات وصلوا 8 ملايين خريج الدولة غير قادرة زينم الدولة إذا غير قادرة غير المفروض أنه طبعا هي الدولة هي أب أب للجميع المفروض أنه أنه تضع ضوابط لتنمية القطاع الخاص خاطر تقدر تستعب هذه الكميات الكبيرة من من العاطلين أو الخريجين أو الجهات الأخرى يعني أنا ما معقولة أنه أنا أطي شوف كل مكان شوفي نسبة الخريجين الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والتعليم المهني اللي هو الصناعي والزراعي والتجاري وهذه التخصصات يعني حقيقة أنا أبو آني في مصنع أنا شحتها ش يسوي بخريج خريج دكتوراه أو خريج ماجستير مثلا حقيقة هذا أحد الجوانب المهمة جدا اللي هي تسبب مشاكل كبيرة يعني أستاذ هسا الحكومة هذه عدتها تركة ثقيلة هسا عندك معمل الصب المستمر افتتح وعشرين عام هو متوقف معقول العراق عجز عن صناعة مصانع ومعامل لاستيعاب العاطلين عن العمل حتى لو مصانع شخاط يعني هل من المعقول هذا نستورد الشخاط من الصين ومن دول الجوانب؟ القطاع الخاص غير يعني حقيقة مو عاجز أبداً مو عاجز لكن من هو العاجز عاجز القرارات اللي تنظم القطاع الخاص اليوم أنا كأبو مصلحة أو أبو مصنع إذا أريد أبني مصنع أحتاج إلى ثلاث سنوات معاملات ورقية بالنتيجة النهاية بعد ما أبني وأصرف ملايين الدولارات على هذا الموقع اللي ذبيت كل جهودي وأموالي به يجيني تجيني وزارة البيئة بعد ما يطلع الانتاج تقول لي هذا الانتاج ماتق غير ملائم للبيئة تعال فلش وأطلع زين أني صرف ملايين الدولارات زين هذه حالة زين هذه من الصير هذه الحالة أمام أمام القطاع تتدري حضرتك بأنه رأس المال هو جبان زين أني من أشوف زميلي أو صديقي أو أحد الأخوان صرف على ملايين الدولارات على موقع إذا أنت ما تتفضل بي معناها أكو جهات حكومية مستفيدة من تعطيل الصناعة الوطنية بل تستهدف تستهدف على عدم وجود نعم أنا حقيقة أذب الأسهم على جهات حكومية يعني هي السبب بعدم وجود صناعة صناعة وطنية حقيقية يعني إحنا أطيش في المثال شوف هذه السنة صارت ضجة وطبعا هي أحد المشاكل الكبيرة هذه طيب أنه الحكومة العراقية عينت بالموازنة بحدود 800 وصلنا إلى مليون مليون شخص وظفته بالقطاع الحكومي زين هذا اشقد المبالغ اللي تطيه سنوين هذا المبالغ تقريبا تطلع بحدود تطلع بحدود يعني أنت ضربي دنحش على مليون مليون إذا إذا معدل 500 ألف دنحش على يعني 5 تريليون أرقام هذه الأرقام إحنا شقلنا قلنا يا أخوان أنت مكان ما تعينون هذا العدد الكبير وهي مدام موجودة الأموال هذا الأرقام سووا نصها أو 10% من عدها سووا بنية تحتية لمدينة صناعية متكاملة هذه المدينة الصناعية المتكاملة مكان ما أنت أنت سويت مليون أنا ممكن 4 ملايين أوظف بهذا المكان هذا المقترح قدمته للحكومة طرعا قدمنا ما كان الجواب خليها صنطة لا والله قل لي لنواز حقيقة أرد عرف يعني فكرة تبدو إيجابية وتبدو عملية جدا شنو كان جواب الحكومة هذا وحد وحدة من كثير من المشاكل يعني صدقيني شنو كان جواب يعني حقيقة يعني إحنا هذه سوناها دراسة متكاملة وقدمناها للجانب الحكومي لكن الجانب الحكومي إلى هذا اليوم هم مطان أي نجلة أو أي يعني أي رد من عدهم يعني تحدثنا مع أحد الشخصيات أكثر من شخصية اللي هم مستشارين سيد رئيس الوزراء كانوا يقولون بأنه يعني ما ممكن أنه نعطي من يقدر نوفر هذه الأموال باعتبار أنه هذه أموال يعني من يقدر نطيها للقطاع الخاص إحنا قلنا لهم يا بهي مو القطاع الخاص هي يطيها قروض من خلال البنك المركزي العراقي والمصارف إلى هذه البناء بنية تحتية وتسترد بعد عشر سنوات سيد هس أستاذ عدي بصراحة اليوم صاحب الماجستير والدكتورة وصاحب البكالورغس هذا وين ينطي وتشهد تعيينات بعد ماكو ومصانع ماكو وماكو بيها ضمان وماكو بيها تقاعد وبالعمل شوكت معجبه يقول له الله وياك فهذا لازم يروح اليوم شون نستطيع إنعاش الأقتصاد العراقي المتهالك حتى هذه اللحظة يعني عندنا نقاط مهمة زي النقطة الأولى يعني اسمحي اللي ححشب بصراحة لأن هذا الموضوع أمانة وهذه الأمانة المهنية تحتم علينا أنه نتكلم بصراحة بكل تأكس أول نقطة تغيير هيئة المستشارية بمكتب سيد رئيس الوزراء إذا نريد نشتغل صح هذا الرقم واحد رقم اثني أكو مجموعة تقريبا نحن حاسبها تقريبا ثمانية ثمن قوانين تستبدل يجب أن تغير يعني مثلا عندنا ثلاث قوانين هذه تتقاطع مع بناتن اللي هو قانون الاستثمار العراقي اللي هو قانون 13 مع هيئة الاستثمار وقانون التنمية الصناعية وقانون المدن الصناعية ذلك القوانين تدمج بقانون واحد وتعدل عليه إلى أن يطلع عندنا قانون الاستثمار الداخلي حقيقة خاطر يتلاءم مع الاحتياج الحقيقي هذا رقم واحد رقم اثنين يجب أن تكون هناك رعاية أبوية من قبل الحكومة للقطاع الخاص والصناع العراقية يعني مثلا على سبيل المثال هذا المصنع ينتج أي شيء أي مادة المهم أنه ينتج مدام أنه عنده انتاج فأني أطي دولار أسمي دولار بترو دولار أسمي دولار صناعي يعني الدولار مثلا إذا يباع إذا يباع بالأسواق مثلا 1500 خلينا أسوي يعني دولار مدعوم يباع مثلا 1300 من الحكومة أو 1320 خاطر يطيني دعم بأنه أقدر أنافس الأجنبي هذا رقم اثنين رقم ثلاثة هناك بعض القرارات هاي رقم أربعة أستاذ عدي أربعة هناك بعض القرارات اللي هي القرارات المهمة بالمنافذ الحدودية عندما تتكلم على القمارق هذه يجب أن تغير وتبدل وحتى الرسوم الرسوم القمرقية خاطر يتصير أكون منافسة يعني أنا ما معقولة مثلا مثلا على سبيل المثال بطل المي بطل المي أستورد من الخارج يجي يباع هنا مثلا بخمسة وسبعين دينار وأني التكلفة الحقيقية ما تتصير علي أنا ومصنع العراق بمية أو مية وعشر دينار إذن أكون أكون سلة من القرارات والقوانين يجب أن تغير خاطر تكون داعم للقطاع الخاص وهذا الدعم شين تجلنا ينتجلنا توفير عدد كبير من فرص العمل إحنا نحشي ذات إذن مشكلتنا تشريعية تشريعية وتنفيذية تشريعية تنفيذية رقابية هذه الجهات الثلاثة المهمة اللي إحنا نحتاجها اليوم بدأ نتكلم على حقيقة يعني بكل أمانة نتكلم بأن الأشخاص اللي موجودين بإدارة هذه الملفات هم أشخاص غير معنين بالاقتصاد وهم عبارة عن موظف يفكر بأن نهاية الشهر أكوراتم يجي يجي بجيب ونتهي الموضوع الاستثمارات للشركات الامتيازات للاستثمارات الأجنبية أكثر من الامتيازات للاستثمارات المحلية يعني هو ما كو عندنا إحنا شركات أجنبية حقيقية وإحنا دريد نهيي البيئة حتى تكون بيئة اقتصادية جاذبة ديجون يستثمرون بالأمان يعني طبعا من أهم نجاح أي بلد اقتصاديا هو توفير بيئة آمنة للاستثمار الخارج زين زين يعني أنا أحتاج إلى أمن أحتاج إلى استقرار أحتاج إلى إلى رعاية أبوية هم نقول إلى رعاية أبوية يعني يعني لازم أطيء اطمئنان للمستثمر الخارجي هذا جايب لفت خمسين ستين مليون دولار يجد يجد يسوي إلى مصنع أو مجموعة مصانع أو مجموعة أي شريد نسمي إحنا لازم أطيء اطمئنان بأنه أولا أكو استقرار بالدينار أنا ما يهمني سعر الدولار الاقتصاد أي اقتصاد بالعالم ما يهتم بسعر يعني سعر التصريف يهتم إلى استقرار العملة يعني اليوم أنا من أجل كمستثمر أشوف هذا البلد بخمس سنوات أشوف أكو تذبذبات بسعر الدولار صاعد نازل بالعملة ماتة إذا أكو تذبذبات لا يصطح للاستثمار تماما ما هستة تذبذبات عندنا ذاك اليوم صارت أكو استهدافات لحقوق الغازية في أقليم كردستان هذه كلها عوامل تطرد الاستثمار شون نستطيع المحافظة على البيئة بكل عمالة بالنسبة للسياسة المالية احنا عدنا مشكلة في السياسة المالية مشكلة كبيرة بالسياسة المالية يتحملها البنكي المركز العراقي لأنه حسب القانون هو يعني الرائب وصاحب القرار بالسياسة المالية لذلك علينا أن نكون جادين بتغيير بتغيير السياسة المالية وهيكلة النظام المصرفي احنا اهم نقطة اذا اريد ننجح بادارة الاقتصاد لازم نهيكل عادة هيكلة النظام المصرفي بصورة عاملة ما معقولة انا مصرف اهلي مصرف اهلي يربح ارباح خرافية اليوم دي نحشي على تريليونات جهات سياسية تعرقل عملكم بكل امانة نعم كثيرة فمن ذلك لدى تحضون بسلطة انفيذية ولا بسلطة شريعية وباقي الاقتصاد يراوح بمكان بكل امانة هذا كلام دقيق جدا طيب اليوم اكو تسهيلات تقدموها لشركات الاستثمار العالمي الاستثمار بالعراق حتى نستطيع ان نجذبهم وبالتالي يستثمرون بالارض العراقية بغض النظر عن كل المعوقات الحضرتك ذكرتك شوفي اكو اكو نقطة مهمة جدا بانه يعني من نجي نخطط بالتخطيط احنا هذا ندرسنا في الاقتصاد بانه احنا من رد نجي نخطط على اي مشروع اقتصادي يجب ان نضع دراسة جدوى هذه الدراسة طويلة الامد طيب يعني عمرها خمس سنوات عشر سنوات تمس طعش سنة عشر سنة اول نقطة حقيقة اول نقطة لكي نسحب الاستثمارات الخارجية لازم عندنا استقرار مالي نقدي طويلة الامد نطي ضمانات لهذه الجهات بانه احنا ترى خلال خمس سنوات بعد ما يتغير الدولار هذا ما ممكن يصير لانه انت اقتصادك اقتصاد العراق ماعتمد على النفط والنفط يومية بسعر لا لا هذا كلام مو اقتصادي سعر العملة سعر العملة حقيقة احنا في العراق يجوز نختلف عن الخارج حتى افهم اذا هسا نزلت اسعار النفط صارت 30 او 40 امين تقدر السدروات الدولة شون تمشي اموها انا اطيش 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 حلول كلش بسيطة الحلول حقيقة احنا اطيناها للحكومة العراقية اطيناها البنك المركزي بكتاب رسمي لكن تعرفين شنو جوابهم جوابهم بان احنا عندنا خبرائنا وعدنا مستشارين ونطيهم يتقاضون الرواتب على استشاراتهم هذا هذا اجابة بما معناه استشارتك احتفظ بها النفس احسن احسن احنا نطيهم مجانية نريد نخدم بها الاقتصاد العراقي خلينا نحكو شوي على كيف نقدر نوفر السيولة النقدية احنا عندنا مشكلة بالسيولة الدينارية مو الدولارية الدولار موجود لكن عندنا مشكلة بالسيولة النقدية اللي اعطاها للموظفين وضحني هذه النقطة يعني حقيقة بكل امانة احنا سوينا دراسة وقلنا لهم ياذا احنا نقدر من خلال هذه الادوات البسيطة نستقطب رؤوس الاموال احنا عندنا بالبيوت هذي عندنا بالبيوت اختلف وياك ما يثق المواطن ما يثق انا اتش الثقة اسمعي مني اسمعي الفكرة وبعدين نقولي صح لو غلط انا عندي رؤوس اموال موجودة بالبيوت عندي دورة دورة مالية مقطوعة هذه الدورة المالية المقطوعة ليش مقطوعة مقطوعة لعدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي والحكومة العراقية وقرارات الحكومة العراقية خنكون واضحين احنا احنا قلنا لهم قلنا لهم عنديش وقت لو ما عنديش وقت بعد دقيقة دقيقة هاي وان انت روح مهو خلي نكرر تمام الحقيقة احنا قلنا لهم قلنا لهم عندنا مجموعة نقاط اذا تريدون تستثمرون بهذه النقاط يجب ان تكون بكش كامل يعني ما ممكن انه ناخذ نقطة ونعوف هذه النقاط هي سلسلة متكامل احسن اي نقطة اي نقطة نعوفها خلص خسرنا كل شي قلنا لهم انه احنا نتجه باتجاه اجهزة الدفع النقدي اللي هو البطاقات والبيو اس وكذا لان هذا رح يستقطب اموال الموجودة لكن بشرط وشروط الشرط يجب ان نعطي مجموعة حزمة للقطاع الخاص والمحال التجارية والشركات بانه هذه الاموال اللي انتوا تتجنوها بحساباتكم اكو بها فوائد مو فوائد نقدية لا يعني مثلا مثلا نطيكم يابا انت اذا تجمع هذه اموال انت تقدر نطيك احنا اوبشن بانه بالسعر الرسمي بالسعر الرسمي تقدر تستورد المواد اللي تريدها بالسعر الرسمي مثلا لان احنا العراق نبيع امتيازات احنا اذا نحكي على 230-240 مليون دولار العراق يبيع يوميا من خلال المنصة احنا نحتاج بمشروعنا 20 مليون من هذه الميتين هي ده تروح ضائعات ترى ترى مدى تروح بجهاتها الحقيقية ترى تروح لجهات فساد لو اصلا مدى تروح لجهات اخذيهم من عندي بارقامي اقول بارقامنا فيه اقتصاديون يوميا هدر بهذا الفرق السعر يوميا بحدود 9 ملايين دولار باليوم الواحد يذهب الى جيوب الفاسدين كثير كثير هذا الرقم علاء حار شكرا جزيلا لأستاذ عديل علوي رئيس التحالف الاقتصادي حياك الله شكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي حضرتها قدمتها اذا سادة الاكارم الان نفتح من لفنا الثاني مع كل حملة قمع والضهاد للطلاب الامريكي والاوروبي لثنيهم عن مطالبهم بوقف الابادة الصهيونية في غزة تفقد المنظومة الغربية الشرعية الاخلاقية كلما اقتحمت الشرطة قاعات الجامعات وسحلت الطلاب في الشوارع نارى شبح الدولة البوليسية ليحل مكان ديمقراطية بنى الغرب شرعيتها سفارة العراق في واشنطن قالت انها تتابع بعناية وقلق الاحداث الجارية في الجامعات الامريكية كما دعت الى ضبط النفس والهدوء واحترام حقوق الانسان والتعبير السلم ترجمة نانسي قنقر نفتتح الآن الملف الثاني وأبدأ مع الدكتور رضوان قاسم الخبير في شأن السياسي والعلاقات الدولية عبر سكايب من ألمانيا حياك الله دكتور أهلا وسهلا تحياتي لكم ولمشاهدين قناتكم الأعزاء أهلا وسهلا بحضرتك كل الترحيب بالدكتور مصطفى البهاد لأساذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية حياك الله أهلا وسهلا بحضرتك أبدأ معك أستاذ ثورة الجامعات الأمريكية نصرة لغزة تتصاعد وسط حركات طلابية عالمية مساندة اليوم خرجوا حتى طلاب الجامعات العراقية نصرة لغزة سؤال الحضرتك هل ستكون مؤثرة أم لا يعني وقعا المظاهرات هي مسألة إيجابية جدا وخاصة أن الجامعات عادت واستلمت زمام الأمور وهذه بادرة جيدة جدا للمستقبل التأثير المباشر سيكون نوع من ضعيف بعض الشيء لكن بالتأكيد سيكون له تأثير وبعد سياسي كبير وتأثير كبير فيما بعد يعني على الوقت هذا يحتاج إلى بعض الوقت لأن الجامعات الأمريكية والغربية ووصولا إلى الدول العربية هي كانت غائبة لفترة طويلة عن الأحداث أو بالأحرم غيبة لفترة طويلة عن الأحداث على أن تعود هذه القوة هذه مسألة مهمة جدا إضافة إلى النقطة التي انطلقوا منها وهي مناصرة غزة والشعب الفلسطيني الذي كان لفترة طويلة يعني وكأن قضية غزة أو قضية فلسطين اختفت عن الساحة مبادرة الجامعات الأمريكية والغربية وصولا إلى الدول العربية أعاد إحياء هذه القضية من جديد وخاصة أنها خرجت عن لسان وعن تحركات المثقفين والأساتذة في الجامعات والدكاطرة والتلامزة الجامعيين يعني أصحاب الفكر أصحاب الرؤية السياسية أصحاب المستقبل السياسي وضحت الفكرة دكتور نعم إذن دكتور مصطفى جد ترحيب بحضرتك وأسألكم اليوم هل تستطيع الإدارة الأمريكية إدارة بايدن بالتحديد إيقاف وفك هذه الاعتصامات التي بدأت تتصاعد مع اعتقال أكثر من ألف طالب وتدريسي حتى الآن يعني هي الحقيقة هذه الاعتصامات ما كان لها أن تكون لو لا طوفان أقصى طوفان أقصى واحدة من أهم إنجازاتها على المستوى العالمي هو كشف الزيف في الحكومات الغربية بالتحديد طبعا الأمريكية علامات الدعي من أنه عندها حرية التعبير وحرية صحافة وحرية الرأي العام وما إلى ذلك منشعارات وهمية اليوم مصل عدد المعتقلين ألف وسبعمائة طالب سيدتي وبذلك نؤكد يعني من خلال هذه الممارسة المهمة جدا على مستوى الرأي العام العالمي في دعم طوفان الأقصى على كيف أن الحكومات الغربية التي تتبجح بحرية التعبير وحرية الرأي العام يشوفها أنه هي في قعر دارها تعتقل الطلاب وعلى فكرة كل اللي يسوى الطلاب هو مظاهرات سلمية بالحق الإنساني للشعب الفلسطيني والتذكير القائمين في السلطة بالغرب ولا سيمة الولايات المتحدة تحديدا بأن ما تفعلونه من دعم للكيان الصهيوني لنظام السياسي لليمارس الإبادة الجماعية هو يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وهذا يبدو إلى أي مدى أثرت هذه الخطوة على قلارات الإدارة الأمريكية أمام الداخل الأمريكي؟ حتى الآن ما كفت تأثير على المستوى العملي يعني أنت يعني أفتهم جنابك يعني تقضير على المستوى العملي لا لا يعني بالعكس هناك قمع لهذه المظاهرات من التنكيل به اليوم في إطلالة الرئيس الأمريكي إطلالة الإعلامية قبل ما أجل الحضراتكم يقول أنا سمعتكم جزين ومن ثم سوات يعني أنت لما تسمحهم يعني غير المفروض هذا الرأي العام وإنت تدعي من أن الولايات المتحدة هي بلد الحرية الأول وبلد الصحافة الأول يعني هو دا يقول أنا سمعتكم لكن بدون بدون نعم إلى أي مدى ستؤثر على حضوظه بالانتخابات لا هاي بالانتخابات أحسب الانتخابات لا لا أنا فتهمت سؤالي عفو على سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل هذه ثابتة ولن تتغير آه فهذه يعني لكن بايدن لكن حبود بايدن هو عموما سواء بهذه سيدتي هو بهذه المظاهرات وبغيرها هو حضوظه يعني اليوم آخر آخر التحديثات فرق درجة واحدة بالمئة عن ترامب يعني شافش قد التقارب بينه ولكن ترامب المشكلة ترامب مستعد لأن يمحو كتاغس هو لا يقل دموية عن لا أحنا مدى نقول فسؤال لحضرتك اليوم هؤلاء الطلاب الرافضين رافضين بمعنى لسياسة ترامب ولسياسة بايدن لا 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 هم رافضين هم رافضين للسياسة اللي ديتباحها النظام السياسي الأمريكي في دعمه إلى إسرائيل وتسليح إسرائيل بالأسلحة اللي تستخدمها إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني يعني خلينا نكون واضحين بهاي الجزئية فبالتالي أما على الصعيد الداخلي لا حضوظ بايدن ضعيفة جدا وهي يمكن زيد من نسبة حضوظ ترامب لكن هذا لا يعني أن ترامب أفضل على فكرة يعني وضحت جدا لكن أنت تتحدث بالمعطيات حتى الآن إذن أستاذ رضوان بصراحة تتوقع حضوظ بايدن ناجحة في استيعاب هذه الاعتصامات وبالتالي فكها بطريقة سلمية بطريقة وديية مع الطلبة أم سنرى تصعيدا أمريكيا غريبا وهم مما يدعون حرية الإنسان وحقوق الإنسان وكل هذه الأمور أشكريك جزيلا على هذا السؤال هذا حقيقة سؤال مهم أنا أؤكد أن بايدن سيفشل فشرا زريعا في استيعاب هذه المظاهرات وسيكون التحرك أكبر بكثير مما نراه اليوم وخاصة أن كلا الطرفين الجمهوريون والديمقراطيون يستخدمون هذه المظاهرات اليوم كورقة انتخابية يجب علينا أن نعرف مسألة مهمة جدا أن الداخل الأمريكي كان دائما يتأثر أو تأثير الشعب الأمريكي في الانتخابات كان يعود إلى السياسات الأمريكية في الداخل الأمريكي السياسات الداخلية نحو الاتصاد نحو النمو نحو البطالة وغير ذلك كل هذا كان يتأثر به الناخب الأمريكي هذه المرة الأولى التي تلعب السياسة الخارجية بقوة بهذا الشكل على الشارع الأمريكي وسيكون لها تأثير كبير في الانتخابات إلا أن الجمهوريون والديمقراطيون متفقون على دعم إسرائيل الآن الذي سيحصل في الأيام القليلة المقبلة أن جو بايدن لا يستطيع وهو ما بين السندان والمطرقة ما بين اللوبيات الصهيونية الداعمة لإسرائيل وما بين المظاهرات الذي سيحصل أن الجمهوريون سيلعبون هذه الورقة بطريقتهم بحيث أنهم سيوجهون أصابع الاتهام للديمقراطيين ولي جو بايدن خصيصا على أنه غير قادر على الوصول إلى حل في قضية غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار الجمهوريون وعلى رأسهم ترامب سيلعب من خلال هذه اللعبة وكأنه يقول للمطهز الظاهرين لو أنا وصلت إلى سدة الرئاسة لو أنا كنت مكانة في جو بايدن لحسمت الأمر لأوقفت إطلاق النار ووصلت إلى حلول جزرية هذا التلاعب سيكون انتخابيا أكثر منه فعليا على الأرض لأن كل الطرفين مؤيدين للكيان الإسرائيلي طبقا للضغطات اللوبيات الصهيونية الموجودة والإسرائيلية اليهودية الموجودة في ويات المتحدة الأمريكية ونحن نعرف أن هذه اللوبيات هي التي تسيطر سيطرة كاملة على الاقتصاد على الشركات الكبرى وعلى المؤسسات وضحة الفكرة دكتور رضوان على الحملة الانتخابية لكل من الرئيسين لكن أنا لا أعتقد أن جو بايدن سيستطيع استيعاب هذه الحركات بل ستزيد أكثر فأكثر وربما تذهب إلى التصادم أيضا التصادم نعم إذن دكتور مصطفى يتوقع دكتور رضوان أن تذهب الأمور إلى التصادم هل سيعيد الغرب حساباتهم حتى لا تتكرر ما يحدث الأحداث في ما يحدث في الجامعات الأمريكية ربما في أوروبا يعني ما أعتقد يعني للآن لغة المصالح هي الحاكمة اللوب الإسرائيلي في أمريكا وفي الغرب لا زال نافذ وقوي أن يكون هناك تغيير يعني دراماتيكي نسمي باتجاه القضية الفلسطينية باتجاه الحق الفلسطيني ما أعتقد هذا يتحقق ولكن تفضلت دكتور رضوان بنقطة مهمة للغاية لو كان ترامب أو هكذا سيوصل الجمهوري للديمقراطيين حلول جذرية سكانت مع الدولة الفلسطينية لم تكن مع الفلسطينيين هذا بحث آخر هل سيلعب الجمهوريين على هذه اللعبة يعني هو لا بالعكس يعني هو اللي راح يصير الآتي أنه هو قال فتشي مهم أنه يتم استخدام هذه الورقة انتخابيا لكن مو على المستوى الستراتيجي مو على المستوى السياسة القارجية فيما لو وصل ترامب إلى السلطة يمكن يكون دعم لإسرائيل أكثر يعني ما شفناه في ولاية الأولى هل تخفل على الجماهير الطلابية الغاضبة هذا التلاعب بين الجمهوريين والديمقراطيين يعني يعني الرأي العام الرأي العام يعني أنا أنت من المدرسة الواقعية في السياسة الرأي العام بهذه الطريقة اللي شفناها يعني شوفوا راح أقول لي شفت شيء قاموا يهددون الحكومات يعني والوزراء ورؤساء الدول يهددون رؤساء الجامعات يعني أكثر يعني أنا أسمع الرأي العام أو أسمع الحقيقة الفضائيات الغربية زين أنه إذا ما تنهون هاي الاعتصامات فرئيس الجامعة يطلع من منصب ماته صحيح فلهذا وملاحقة أيضا أمنية لرئيس الجامعة وأفراد عائلت زين هذا جدي يصير من من يعني هو بالحقيقة هو الوزير نفترض وزير تعليم عالم مثلا نفترض وزير تعليم عالم موجود في الدولة الأمريكية أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في أي دولة أخرى هو بالحقيقة هذا يصير عليهم ضغط من من لوب خفي لوب خفي هو اللوب اليهودي الفاعل في هذا الموضوع في هذه القضية إذن سؤالي من يقود من الولايات المتحدة تقود الكيان الصهيوني أن الكيان الصهيوني يضغط حتى يقود الولايات المتحدة لا هي اللوب الإسرائيلي اللوب الصهيوني يعني فاعل وإلى تأثير جدا قوي وما ننسى بلينكين وزير الخارجية في إحدى زيارات قال أنا اليوم يؤودي وليس وزير الخارجية الأمريكية ها بلينكين وزير الخارجية الحال فلهذا يعني هذا اللي داي يصير هي حركة وعي أنا أسميها هذا اللي داي يصير من مظاهرات طلابية هي لا تعدو أن تكون حركة وعي لكن هذه الحركة الوعي إيش قد تكون مؤثرة على صناع القرار الغربيين بحيث يكون عندنا هناك استدارة لا هاي هنا شوي هنا نتوقف يعني بس هي كشفت شيء مهم هذه الحركة سيدتي زي في الديمقراطية الأمريكية طبع هذا يعني نقطة جدا مهمة نعم دكتور رضوان بصراحة هل تسعى هل يسعى الكيان الصهيوني إلى جر الولايات المتحدة إلى صدام مباشر مع إيران في المنطقة ربما حرب مفتوحة أكثر من الحروب الموجودة التي نعيشها حاليا أم لا هو يسعى دائما إلى هذه الحرب هو ليس بجديد يعني السعي الإسرائيلي لإغراق وإقحام أقحام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذه الحرب هو منذ اليوم الأول للعدوان على غزة كان يسعى إليها نتنياهو بل أكثر من ذلك قبل ذلك كان يسعى دائما إلى أن يتهم إيران أنها يعني خلال أيام ستصل إلى القنبلة النووية ورأينا الضغوطات أيضا في موضوع الاتفاق حول مرف النووي في فيينا كيف وصل إلى اللحظة الأخيرة وثم يعني تفجر الخلاف من خلال الضغوطات الصهيونية والإسرائيلية تحديدا لعدم الوصول إلى اتفاق الإسرائيلي دائما يسعى إلى تفجير الوضع وإقحام الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مع إيران لسبب أساسي لأنه هو غير قادر على المواجهة هو أعجز من أن يواجه إيران يحاول من حين لآخر إلى أن يقحمها أو بالأحرى يواجهها بطريقة غير مباشرة هذا يؤسس لسؤال دكتور رضوان هل ستتلقف الولايات المتحدة الطعم الصهيوني عفوا مسما هل ستتلقف الولايات المتحدة الأمريكية الطعم الصهيوني بجرها لحرب مفتوحة مع إيران لا أكيد لا لأنها لي غير قادرة كانت بالبداية متحمسة جدا لهذه الخطوة إلا أنها أصبحت اليوم على يقين أنها غير قادرة وما يحصل اليوم في البحر الأحمر مع الإخوة اليمنيين وفي جنوب لبنان وفي العراق وكل المنطقة أدرك الأمريكي أنه إذا دخل في هذه المدبرة إذا صح التعبير أو في هذه المواجهة مع محور المقاومة ستكون نهايته هنا لهذا السبب تراجع الأمريكي وضغط على الإسرائيلي وأنا أعطيكم لا أعرف إذا كانت معلومة أو سبق وأن أحد ذكرها أنها كان هناك قرارا إسرائيليا بعد الضربة للقنصلية كان هناك توجها للإسرائيلي لضرب طهران مباشرة أو ضرب إيران مباشرة لكن أتت تهديد الأمريكي تهديد قوي جدا إذا دخلتم أنتم هذه الحرب نحن لن نقف إلى جانبكم ولن ندخل هذه الحرب مما جعل التراجع الإسرائيلي كبير وكبير جدا حيث أنه بدأ الحديث عن أنه لا يريد التصعيم لهذا السبب الأمريكي يعرف أنه إذا دخل هذه المعركة ليست سهلة عليه وخاصة أن لليوم وضعه الدولي أضعف بكثير من أن يخل معركة مع إيران أو مع غير إيران وهو ما رأيناه اليوم في اليمن يحاول صد الضربات ولا يحاول إقحام نفسه في حرب طويلة وممكن أن تجره إلى أبعد من ذلك أنا أريد أن ألفت النظر فيما تفضلتم به منذ قليل لو سمحتي لي في موضوع اللوبيات الصهيونية يعني بين هيلالاين هنا أتحدث حول الضغطات على الجامعات المكان الوحيد والمؤسسات الوحيدة التي ليس للوبيات الصهيونية الإسرائيلية سلطة عليها هي الجامعات وخير دليل ما يحصل اللوبيات الصهيونية لها سلطة لها قدرة لها ضغطات على الاقتصاد على السياسة على الشركات والمؤسسات العسكرية وغير العسكرية إلا أن الجامعات هي الوحيدة التي خارج نطاق هذا الضغط من هنا نشهد المشهد الذي نراه اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من الدول الأوروبية لهذا السبب الأمريكي لا يستطيع أن يذهب بعيدا في المواجهة لا مع إيران ولا مع المحور لجانب إسرائيل وهو دائما يبحث عن حلول لكن لمصلحة إسرائيل خوفا من تفجير الوضع في الداخل الجامعات ليتطور أكثر وأكثر والمواجهة هنا عندما تحدثت عن مواجهة هي الأقرب إلى الواقع لسبب بسيط جدا لأن سيترك الشارع المؤيد لإسرائيل سيترك على عنانه لمواجهة الذين يناهدون السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل وهنا تكمل المشكلة السؤال هل سيلعب ترامب كما قال وهدد أن هناك إذا لم ينجح في الانتخابات ستكون حرب أهلية في أمريكا هل سيدخل من هذا الباب إلى حرب أهلية جديدة هذا يبقى متوقفا على الأيام القادمة التي ستخبرنا ما سيكون ذلك وحات الفكرة جدا ومن جلالها نعرف كيف سيكون التوجه نعم دكتور مصطفى بنعم أو بلا هل تعتقد أن الحكومة الأمريكية ستفض هذه الاعتصامات بالقوة؟ هي تتفضها بالقوة أكثر من هذا العنف؟ يعني هذا يتوقف على حجم الاعتصامات وشموليتها إيجاد هي راح تذهب إلى أي مدايات فيتوقف على الحراق الجماهيري أو الطلابي بالحقيقة شكرا جزيلا دكتور مصطفى البهد ليساد العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية حياك الله نورتنا في حصاد اليوم كل الشكر والترحيب بالدكتور رضوان قاسم خبير الخبير في شأن السياسي والعلاقات الدولية كنت معي عبر سكايب من ألمانيا شكرا جزيلا على كل ما تفضل فيه الآن نشكر ضيوفنا الأعزاء وننتقل لنرى أبرز الآراء المتواجدة في منصة إكس حول الطفان الطلابي الذي يشتاح الجامعة خسرة للأساة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختام حصاد نابي موجز يلخص أبرز أخبار السوداني يزدر توجيهات لتعزيز استخدام الدفع الألكتروني وتسهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية المنفذة من خلال هذا النظام الشيخ همام حمود يدعو إلى تسريع إجراءات عقد جلسة انتخاب رئيس الفرلمان طلاب الجامعات العراقية ينظمون وقفة تضامنية مع المتظاهرين المناهضين للصهاينة والداعمين لنصرة فلسطين في الجامعات الأمريكية والأوروبية ومع تواصل الاحتجاجات ضد الحرب على غزة ارتفاع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى أكثر من 1700 طالب وأخيرا الخارجية الإيرانية تعلن فرض عقوبات إيرانية على أشخاص وكيانات أمريكية وبريطانية لدعمها الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الحصاد انتهى شكرا على كرم المتابعة تشريحون على ألف خلق تشريحون على ألف خلق